أنا علشان ما جريش بصورة على ملفات كتير عاوز يعني في النقطة تحديدا بتاعة العامل والتدريب والتأهيل والتعليم ومن ثم يجي بعد شوية تغيير الصورة الزهنية وما إلى ذلك بس كمان فكرة التمكين والاقتصادي أنا هنا هيبقى سؤال يا سيد محمد جبران هل شايفين في اتحاد العمال أن هناك توفقات ما بين الحكومة من ناحية والعامل من ناحية وصلطة رأس المال بالتعبير بتاع الناس اللي زي حالاتي من ناحية في خلق برامج حقيقية للتدريب والتأهيل يعني القطاع الخاص تحديدا هل بيشتغل على التدريب والتأهيل كما يجب؟ هل هو مهتم بمسألة التدريب والتأهيل؟ ولا هو مش عاوز يمشي فيها قوي لأنها هتصرف كتير حبتين فإحنا خلينا بس نحلق على الإرشين دول دلوقتي أو هبقى مضطر أن أنا أرفع من رواتب هؤلاء العمال هل الحلود ممكن تيجي في قطار ربط الأجر بالإنتاجية ومن ثم يصبح صاحب العمل ملزما ملتزما بالتدريب والتأهيل لعماله؟ طيب أنا يعني بشكر حضرتك على هذا السؤال بس عايزة أرجع بس سن المشاهد أنا عايزة أرجع بس سن المشاهد مشاهد الكلمات الكبيرة سعاد بتخليه يعيتوه وسطين أنا عايزة أبسط يعني تعليم مزدوك عشان أنا قلتها فقط يعني تبقى إنما الناس عايزة تفعل تعليم مزدوك هو بكل بساطة إن العمل الطالب الفني اللي هو فني بياخد 75% عملي و 25% عملي نظري وده من اللي بيقوم بيه المصانع إزاي يعني إنت 20% من المصانع المفروض تاخد ولادنا وتديهم التدريب التعليم المزدوك ده بيطلع عامل على كفاء علي طيب لو إحنا جينا بصنا في عيد العمال كان فيه مصنع من المصانع قال لك أنا عندي طلبة بصوا في طلبة موجودين واخد بالك اللي هو كان الكشفات الليد اللي كان بها المعمولة كان فيه طلبة موجودة هو ده اللي أنا باتكلم عليه ده محتاجة بعكاية أهله ده طالع جاهز للسوق العمل هو ده اللي باتكلم عليه فلازم المشاهد يعرف إن ده فعلا بيطلع عامل على مستوى عالي جدا لإنه تمرس فأحابت بس أوضح للجزية والجزية التانية بتاعة الجماعات التكنيجية قبعة مهمة جدا وإحنا كاتحاد عمان مصر عندنا جامعة عريقة جدا الجامعة العمالية وخلاص إحنا على وشك وبتمنى من وزير التعليم العالي إنه يضخ ويعيد الروح للجامعة العمالية لإنه إحنا خلاص فيه مستثمر دينا لحد متخصص إن شاء الله قريب هنعم معلقة نحن نحاولها الجامعة التكنيجية زي ما حضرتك كنت بتقول السؤال بتاع حضرتك بتقول لي رجال الأعمال وإيه أصحاب الأعمال سوري واخد بالك والنقابات والحكومة إحنا قريدي يمكن أنا جاي من قطاع واخد بالك متحررين شوية وزميل اللي برد نفس الفكر كلنا الحمد لله ماشيين دلوقتي فكر جديد إحنا طلعنا من بره السندوق ده وأعادنا مع أصحاب الأعمال وأعادنا مع مابدا بالسويدي رئيس تحاد الصناعة أعادنا مع بعض أنا وهو تعالي نقعد مع بعض هو ليه دايما إحنا مختلفين ما هو اللي هيطلع قانون العمل ده لابد إن إحنا نكون لإن ده دستور أنا مش عايز يتعامل النهاردة بكرة تحصل لي مشكلة فأعادنا مع بعض مرة وحنقعد تاني وتالت عشان نبقى متوافقين في الفكر عشان لما يطلع القانون يبقى خلاص سهل تطبيقه سهل مش محتاجين إن إحنا نختلف عليه ده اللي إحنا عملناه فعلا يعني إحنا خدنا خطوة وإن كنا مش بنطلع للميديا ونقول إن إحنا عادنا ما ينفعش بس يمكن أنا أصدت إن أنا أوضح لحضرتك إن فعلا إحنا خطوات أخدنا الخطوات دي وإن شاء الله جدين فيها عايزين أن يبقى القانون طلع متوازن الحكومة مصلحتها إيه إنها توفق ما بين الطرفين لأن هم من دول أساس الطرفين هو هو بيطبق يعني الحكومة لو إحنا توفقنا إحنا تعوي ذلك لما بيحصل حوار مجتمع في برلمان محمد بلك يكاد يكون بيسمعون وإن شاء الله لم يطلع قانون العمل اللي ده مش هيقعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة هيبقى يعني إن شاء الله ده قانون هيقعد حبة هيقعد فترة طويلة طبعا وده اللي إحنا بنتمنى إن إحنا ننجح به لإن إحنا لو نجحنا من دي خلاص يبقى أنت كده طب إيه تدريب حضرتك كلامك صح لا طبعا أنا راجل خطاع خاص وظروف اقتصادية والمرتبات برضو محتاجة إن أنا عليها وهتم بإيه قد للعامل ولا أدربوه لو دي الربط العامل كفاءته هترتفع هيطلع لي منتج أكتر جودة يبقى صالح للتصدير لأسواق زي أسواق أوروبا ماشي أسواق أقل وبالتالي أنا هكون أرباح أكبر أقدر منها أرفع كمان مرتب العامل فيبقى في عندي هنا مش بقى المرتب هيبقى ربط أجري بالإنتاج هيبقى مرتبه بدلاته مكافئاته حوافزه مربوطة بإنتاجيته كما وكيف حضرتك عشان نقول الكلام ده زي ما قلنا من شوية محتاج أن نقعد ونتكلم لأنه فعلا ما فيش حد يهتم بالتدريب كمان بقى التدريب فيه ناس بتاخده أنا نكون صادقين مع أنفسنا هو جزء من زواغان من الشغل ما بياخدهش بالشكل اللي هو أنه التدريب يبقى فيه فترات وفيه تقييم وفيه التدريب لابد أن يكون أكبر تدريب يبقى ناجح هو تدريب العملي تدريب الورش زي ما بنقول الورش العمل إنما تدريب وانت قاعد على ديسك ومحاضر بيقوله بتسمع وبعد ما بتسمع فيه جزء نظري وفيه جزء أكبر عملي لأن فنايا خلص على رأي الجماعة بتوعبنات بره فورمان أسطى لابد أن يعني فخر ألمانيا هو الأسطوات بالزبط كده أنا قبل ما أغير بقى لازم أغير واخبالك فكرة تدريب الأول عشان أخلي الرجل بتاع المصنع يقتنع النزام حضرك بتقول كده طيب مش عايزين نحط نفسنا في كلام رنان وفي الآخر ما يتعملش طبعا أنا ممكن أسأل الحكومة لو صحيح التعبير مدى قدرتكم على إلزام أصحاب العمل بفرص تدريبية لعمال المصانع بحيث أن تبقى فرص التدريبية دي فرص حقيقية والجانب العملي فيها موجود والجانب النظري أيضا موجود والعمل من ناحية يبقى أعرف أن التدريب ده يفرق معاه في كفاقته وإنتاجيته فهيفرق معاه في الفلوس تمام هو طبعا يعني بالنسبة لي إشراق الكطاع الخاص معنا في كل البرامج التدريبية هو بالفعل موجود ويمكن كمان أقدر أقول لحضرتك أن في الفترة اللي جاية هنعلن عن بروتوكول تعاون بنجهزه دلوقتي بين وزارة القوى العاملة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وداخل معنا اتحاد الصناعات الهدف من هذا البروتوكول أنه هو الوزارة داخلة من خلال صندوق التدريب التأهيل والتدريب الخاص بها اللي هو علشان خاطر تطور الفصول والمدارس الصناعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية وطبعا هيتم الاستفادة من القطاع الخاص في هذه التجربة أنه عندنا طلاب مؤهلين لسوق العمل الوزارة هتخش طبعا لأن الوزارة عندها الجانب التمويل المتوفر إحنا عندنا طبعا نمازج في القطاع الخاص لاتحاد الصناعات طبعا عندهم نمازج في هذا الأمر جيدة جدا إحنا دخلين في تكتل أو في تعاون خلال الفترة اللي جاية في هذا الموضوع فكرة الإلزام زي ما احنا حريصين دايما زي ما قلت لحضرتك على أن العامل له حقوق وإحنا كوزارة قوى عاملة بندفع عن هذه الحقوق من خلال كل السياسات بتاع الوزارة أو بتاع الحكومة زي ما من أول رئيس الجمهورية لغاية الوزير لغاية الوزارة اللي اعنا فيها كله هدفه الأساسي أيضا زي ما قلت التوازن في علاقات العمل لأنا ما قدرش أجي على طرف ضد التاني علشان كده إحنا في وزارة القوى العاملة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بنسعى لي أن يكون عندي عامل مؤاهل لسوق العمل من خلال كل خطط الوزارة من خلال مراكز التدريب بنسعى أن يكون كذا وبالتالي إحنا القطاع الخاص زي ما قلت لحضرتك إحنا مش حكاية بنلزم إحنا مش بنعلق لحد المشناء ولكن إحنا فيه تعاون وفيه تنصيق وفيه ترتيب ويمكن أديك مثال بسيط خالص في المجلس القوم من الأجور في الابتماع الأخير كنا كلنا موجودين ممكن الأستاذ محمد جبران برضو كان موجود كان فيه حرص من جانب أصحاب الأعمال كانوا موجودين معنا إن هما إن هما ملزمين إن هما يصرفوا الحد الأدنى للأجور للعمال ملزمين يعني محدش شوف أنا أنا مش هدفع المرة دي كان جانب إلزامي إذن فيه وعي يعني إحنا مش عايزين إن إحنا نعادي طرف على الطرف الآخر ولكن لا قدر ما حدش عاوز يعادي بالعكس في النهاية خلاص إحنا عاوزين زي ما بين كده طرفين وعدت الإنتاج وده موجود في كل التشريعات والسياسات تبقى متوافقة لكن في مسألة الإلزام قد يكون فيه أفكار ما يعني أنا خليني هروح أخيرا قبل ما اختم مع أستاذ محمد جبران على الحتة دي تحديدا هل من الممكن إن وصفة الإلزام يبقى لها شكل مختلف أكتر لطافة ومرونة يعني ربط الحافظ التصديري سعر التصدير لا أتمنى نربطها عند صاحب المصنع بحجم التدريب حضرتك لما هتدرب عدد دم للعمال وهتلتزم بإيطة الاشتراطات اللي حطها وزارة الصناعة وما إلى ذلك أقدر ساعتها أصرت لك الحافظ التصديري بنسبه وشريحه على أن يكون التدريب عشان ما يبقاش مجرد شكل ورقي هيبقى تحت وبإشراف وبمشاركة الاتحاد والوزارة كلام محترم وكلام يعني فعلا حضرتك يعني أسئلتك فعلا جميلة وأنا زيدك من أزيد من الشعر بيت كمان أن التدريب كمان لو ربطته بترقية فأنا لازم العامل العامل الأساس هو العامل هل أنت عند قدرة أنك أنت تتدرب وتعلي من نفسك ولا أنت عايز تبقى موظف أنا بعتبر الموظف اللي هو بروح من إيه اللي عايز يروح عدد الساعات معينة مش عايز يتعداه أنا بعتبر وأنا ما عملت يعني تسماء أو توضيح للعامل العامل هو بيبقى يفكر وبيبتكر أي أن كان دكتور عامل مهندس عامل أنا عايز الناس تبقى عمال اللي هو عنده طموح عايز بكر يبقى إيه فلازم أنا الشغل الأساسي على الرجل اللي موجود وأنا لما أجي أجيب بلاش بقى الطبور بتاع اللي هو أنا كملت كم سنة فلازم أخذ الترقية بتاعتي فلازم أشوف الناس اللي هي فعلا عندهم كفاءة هو ده حتى لو كان صغير يبقى هو ده اللي يقود أقل منه في السن بس هو عنده كفاءة اللي عنده كفاءة ده حيقوده المجموعة اللي تحته يبقى ده اللي بيتدرب كويس اللي بيشتغل كويس اللي بقى يبقى لازم أنا التدريب يمرتبط بالعامل وكفاءته اللي هو ده اللي أنا ميج إنما أنا واحد ما عندهوش هو عايز يقضيها مهند بقى خلق الشيء اللي بيحكم على نفسه بالزوال يعني بالزبط كده